بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنتكلم عن القانون 4 لسنة 96 هذا القانون أخضع العلاقات الإيجارية للقانون المدني هذا القانون تم نشره بتاريخ 31-1-96 بما مفاده أن قبل صدور ونشر هذا القانون كانت القوانين الاستثنائية لكن القانون 4 لسنة 96 جعل المدة عنصر في عقد الإيجار بما مفاده أن يجب تحديد المدة بوجه قاطع ما ينفعش نقول والله أن عقد الإيجار ابتداء من كذا حتى هلاك العقار أو وفاة المستأجر أو هدم كذا لأنه هيطبق عليك نص المدة 563 اللي بتتحدث إذا ما يتضمن العقد بيان صريح بالمدة أو عقدة بدون مدة محددة أو تعلق المدة على أمر مستقبل فيعتبر الإيجار شهر النهاردة إحنا لابد من تحديد المدة بوجه قاطع عكس القوانين الاستثنائية من بداية من القانون 121 لسنة 47 حتى القانون 136 لسنة 81 القانون 136 لسنة 81 حدد الأسباب التي يجوز فيها للمؤجر مطالبة المستأجر أو بفسخ الإيجار أربع حاجات حددهم على سبيل الحصر أن يتأخر في سداد القيمة الإيجارية ويتوقع حتى قفل باب المرافع في الاستئناف ثم يقرر التأخير في سداد الأجرة ثم يجري تعديلات على العين بتحدث بهذه التعديلات ضرر للعين ولا بد أن يثبت الضرر بحكم قضاء يقول أن هذه التعديلات أضرت بالعين التنازل عن العين بدون موافقة المستأجر عكس القانون 4 لسنة 96 أن يجوز للمؤجر أن يحدد مدة لابد من تحديد مدة في عقد الإيجار القوانين الاستثنائية ما فيهاش مدة بدليل أن فيه امتداد في عقد الإيجار إذا توفى المستأجر وكان مقيم معاه قبل الوفاة الفقرة الأولى من المدة 29 يهات الزوجة والأولاد والوالدين يمتد لهم عقد الإيجار بما مفاده أن المدة مش عنصر في عقد الإيجار عكس القانون 4 لسنة 96 لابد من تحديد المدة بواجه قاطع المدة من كذا لكذا بالإضافة أن القانون 4 لسنة 96 نص على الشرط الفاسخ أو فيه يجوز فيه الشرط الفاسخ الصريع المادة 158 إذا تأخرت شهر يجوز فاسخ الععد وحكم القاضي هنا حكم تقريري مش منشي بمعنى أن الفاسخ بيقع بمجرد حدوثه عكس القوانين الاستثنائية ما فيش حاجة اسمها مدة بدليل قلنا فيه امتداد ما فيش شرط فاسخ صريح لأن أسباب الإخلاء ورد على سبيل الحصر كما سلف القول بما مفاده كده أن إحنا في القانون 4 لسنة 96 لازم نحدد المدة لازم أن النهاردة نراعي أن فيه شرط فاسخ صريح فالقانون 4 لسنة 96 يجوز اشتراط أشياء معينة اللي يجب أن يلتزم بها المؤجر المستأجر قصدي فالنهاردة لازم يلتزم بالمدة ولازم العقب يكون واضح وصريح عكس القانون القوانين الاستثنائية القانون 136 لسنة 81 حدد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر لكن المحكمة الدستورية أصدرت العديد من الأحكام للتخفيف من وطئة القوانين الاستثنائية أخرهم القانون الحكم الدستورية 11 لسنة 23 اللي لغى صدر الفقرة 18 من القانون 136 الخاصة بالأشخاص الاعتبارية لكن مجلس النواب تدارك ذلك ونص على أنه يمد خمس سنوات على اعتبار أنه بعد خمس سنوات يجوز أنه يطرد المؤجر من العين فالنهاردة المحكمة الدستورية بتحاول تخفف من وطئة القوانين الاستثنائية وعلى هذا الأساس أحكام كتير صدرت في التكرار التكرار كان أن التكرار يتحقق بانعقاد الخصومة في 2008 صدر حكم الدستورية قال لك التكرار يتحقق بمجرد إداع الصحيفة وإحنا بنلتمس بس من المستأجر أنه هو في القانون 14 لسنة 96 يتنبه أنه ما يبقاش فيه يراع الشرط الفاسخ الصريع عشان ما يبصش يلاقي نفسه في الشارع يراع أن المدة لازم تحدد تحديد دقيق ما ينفعش يقولك بهدم العقار لأن ده مسألة احتمالية هيتهدم إمتى فبيخالف نص المدة 563 فإحنا بنشير أو بننبه المستأجر أنه هو يراعي أن المدة لازم تتحدد أنه يراعي أنه ما يتأخرش في الأجرة أنه يراعي أنه فيه شرط فاسخ صريح وأنا بدي أمثلة أنا قريت قضيتين قضية خضعة للقوانين الاستثنائية الزميل المحامي رفحها على اعتبار أنه مدة مشهرة فبيعتبر أنه ده بيطبخ عليه القانون 4 لسنة 96 مع أن المفروض أنت حد ما يجيلك المكتب هيرفع دعوه بفسخ العقد تشوف تاريخ العقد هل خاضع للقوانين الاستثنائية ولا خاضع للقانون 4 فأنا قريت الزميل بيعتبر أن العقد شهر ويخضع للقانون المدني وطالب فسخ العقد المحكمة ردت قالت له أن المدة مش عنصر في عقد الإيجار وأن القوانين الاستثنائية المدة ممتدة وأن المدة دي مصدرها القانون وأردت دعوة أخرى خاضع للقانون 4 لسنة 96 أن الزميل برضو راح مع المواكل وكتب المدة بهدم العقار الحكم الابتدائي انتهى إلى فسخ العقد على اعتبار أن هذا يخالف نص المدة 563 أن المفروض أن إذا لم يتم الاتفاق على مدة أو علقت المدة على أمر مستقبل بنعتبر أن أمر مستقبل إحنا مش عارفين العقار هيتهدم إمتى المحكمة انتهت إلى فسخ العقد فالنهاردة المفروض أن أنا أشوف العقد الأول خاضع لأني قانون هل المدة عنصر في عقد الإيجار المدة في القانون 4 محددة لابد من تحديدها تحديد دقيق القوانين الاستثنائية المدة مش عنصر في عقد الإيجار وبدليل أن العقود بتمتد تلقائيا طالما توفرت مسألة الامتداد وشكرا